السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدي الكرام سعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جديد وفي وصفة جديدة مرحبا بكم في قناتكم وطباق عتقاء كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو انتم في احسن احوال وصفة اليوم التي سنقترح عليكم بإذن الله عبارة عن بسبوسة بالبرتقال التي تجيرها جدا بسف سهلة وسريعة فقط في الخلاط يعني ضغية توجد وتقدمها بصحة ورحة على بركتي الله نبدأوا استيراد المقادير من بعد منهم بطريقة ينتمنى لكم فرجة ممتعة بعد نحتاجه في المقادير كأس ديال عاصر للبرتقال القياس بشع برتقال كأس ديال عنباء كأس ديال سميدة رقيقة كأس ديال الكوك أو لجوز العند الأفضل تتعامل الكوك اللي يكون ميت دم كأس ديال الدقيق نصف كأس ديال سكر نصف كأس ديال زيت النباتي ياغور طبيعي أي ياغور بدون نكا نحتاجه رشة ديال الملح لذات الحبات ديال البيض جوز ساشيات ديال الخميرة كيموية مايو عادي ستاشر جرام و ساشي ديال الفانيلا كذلك تستعمل القصور ديال البرتقال كأس ديال الخلاط الكهربائي ثلاثة الحبات ديال البيض غادي نضيف عليهم نصف كأس ديال الزيت ساشي واحد ديال الفانيلا نضيف كذلك كأس ديال عاصر ديال البرتقال كيف ما تيب عليكم كنت تستعمل الخلاط الكهربائي يعني تغييك كشوجد هات البسووسة يعني كنجمع المكونات كلها مرة واحدة كنضيف ياغور طبيعي وغادي نضيف رشة ديال الملح باش كتعادل لنا الدوق ونضيفه كأس ديال سميدة رقيقة ونضيف كذلك كأس ديال جاوز لهين تاول الكوك صراحة الكوك اللي ميت دم يكون احسن يعني الوصفات اللي كان نعملوا بالكوك اللي ميت دم كي يجيوا احسن وغنضيف كأس ديال التقيق اللي كان يكون غرب لناه من قبل ونصف كأس ديال السكر لان هنا بقي غنسكاول بسبوسة يعني كمية السكر تكون اقل مش ما تجيش حلوة بزاف وكان تحنو هات المكونات جيدا نخليه الخامير الكيموية في اخر مرحلة باش كتبقى محافظة على الفعالية ديالها ومن بعد كان عاودو نطحنو اخر مره ولكن ما كان بلغوش في الخالط غير شوية فقط قبلنا الخميرات تخلطت سافيك نحبسو من بعد كان وجدو مول نسا عملتمو ديال الساش دانتو بزبطار شيتو بسميدة رقيقة وغنين نفرغ فيه الخالي ديال بسبوسة كيف ما تيبه لكم كي يكون خفيف بالنسبة للفعالية نكون شاعلين على ميتين دراجة كنبغي ندخل بسبوسة ديالنا كنقصد الحرارة مية وثمانين كنشعر لها فقط من الأسفل حتى كتبلينات بلينة حمرات بعد كان شعر لها الفعالية كنشعر لها الفعالية باشك تاخذ اللون الدهابي ونخرجها ومباشرة بعد ما كان ندخل بسبوسة ديالنا كندوز نوجد السيرو هؤلاء اللون نحتاجه في المقادر كس ديال السكر كس ديال سكر كس ديا العسر كس ديال الماء كس ديال الماء و pyt المائك Administration تقطعهpts اللونة نضع المكونات على النار نضع الكاثرولان نضع الكاثرولان لا يجب أن يتقل نضع الكاثرولان قاعدة المعروفة فلنضع البسبوسة سخونة سيكون بارد كما تشرب البسبوسة سفاهم يجب تعجل البسبوسة لذلك يجب أن نضع البسبوسة نضع البسبوسة على جهنب ثم نبدأ لكم نرى الشكل النهاي وصلنا مشاهدي الكرام نهاية هذا الفيديو هذا الشكل نهائي البسكوسة دينا زينتها بالكوكا والبنكة ديال بستاشو زينتها بالبرد ممكن زينه بالدوائر ديال الليمون والوريقة ديال نهناء ولا فقط زينها بكوكا وكونكاسي على حسب الرغبة ديالكم على حسب المتوفر ديالكم نتمنى تكون عجباتكم الوصفة ديالي وما تجربوها لانها فعلا هاد البسكوسة كتجيب بنينة بنينة بزاف كتستحق جريبة وكالعادة اللي عنده اي سؤال تخليليه في تعليق ان شاء الله غادي نجاوبه لأول مرة كيزر القناة لا ينسى اشترك القناة وكذلك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد لايك الفيديو لعجبكم كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية واطلقها بإذن الله في الفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة